بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام بن القيم الجوزية رحمه الله الدرس الثاني الله صلاة والسلام على رسول الله ومن علاج الظنوب والقرب الدعاء أي اللي الدعاء باب عظيم فقضر الله جل وعلا بدعائه وعد أن يستجيب فقال سبحانه قال ربكم ادعوني استجيب لكم قال سبحانه أدعو الله مخلصين له الدين مخلصين له الدعاء وقال وقال فقال ربكم ادعوني استجيب لكم كماه عبادة من الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعاء فيدخلون بها المداخر ولكن لا كل من دعا يستجاب له فلماذا بأن الله وعد أنه سيستجيب الله جل وعلا لا يخلف وعده هذا الجواب عن هذا عدة أمور أولا أن الله قد يؤخر الإجابة لمصلحة العبد ولهذا جاء أن 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 الإنسان لا ييأس ويقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي أن يكثر من الدعاء فقد تكون مصلحته في تأخير الإجابة لأن الله إما أن يجيب دعوته وإما أن يدخر له خيرا منها وإما أن يغفر له من الذنوب مثلها فالله حكيم عليم أنت عليك الدعاء عليك الدعاء والإكثار من ذلك ولو لم تحصل الإجابة السريعة فلا تيأس بالرحمة الله وأيضا قد يكون المانع من قبلك أن قد يكون المانع من قبلك إما أنك تدعو بدعاء غير مشروع الله جل وعلا لا يقبل إلا ما سرع وإما أنك تدعو في قلبك غافل فلست موقنا بالإجابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم يوقنون بالإجابة يكون قلبك غافل أو فاتر هذا مانع من موانع الإجابة قد يقول أنك تأكل حراما أن يأكل الذي يأكل الحرام لا يستجاب له دعا كما في حديثه كما في حديثه الرجل في السفر أشعة أخبر يمد يديك يا رب يا رب ومطعمه خرام أشربه خرام وملبسه خرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب لذلك هذه موانع من الدعا تجيب عليك أن تتنبه لها وتتخلى منها وأن تدعو في قلب الحاضر وتكون مأكلك ومطعمك وملبسك ومشربك من الحلال حتى يستجاب لك الدعا ومنها أن تعتدي في الدعا أن تدعو بدعائه غير مشروع لك أن تدعو به نعم فالدعاء دواء نافع دواء نافع من البلوب والفضاء الحاجات دواء نافع ولكن الدواء لا بد أن يصادف محله ولا بد أن يؤخذ على الصفة المطلوبة فإذا فإذا صادف الدواء الداء شفى بإذن الله وإذا لم يصادفه فإنه لا يبقى نعم فالدعاء محله الدواء تماما لا بد أن يقول بصفات مطلوبة نعم كنوا من الطيبات طيبات المباحات كل ما أباحه الله فهو طيب كل ما حرمه الله فهو خبيل كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف فأكلوا الطيبات والمباحات سبب لقبول الدعاء وأكلوا الحرام سبب لمنع القبول تفكر في مطعمك ومكسبك نعم نعم هذا من إخبار بني إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرك وقال إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم يقول وآمننا الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن نهم مسلمون فأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام كما ذكر ابن كثير في أول التفسير اسم يوافق شريعتنا فهذا نقبله ما وافق شريعتنا إلا لا نقبله وقسم يخالف شريعتنا فهذا لا نقبله ما خالف شريعتنا لا نقبله وقسم لا يوافق ولا يخالف هذا نتوقف فيه الذي لا يخالف ولا يوافق هذا نتوقف فيه لا نصدقه ولا نتذيه لأنه يمكن أن يكون حقا فنكون حزبنا بالحق أو يكون باطلا فنكون صدقنا بالباطل ونتوقف ونتوقف فيه نعم وحاصل هذا الأثر أن الله منع القبول لبني إسرائيل مع أنهم يستفقون ويدعون الله منع القبول عنهم لأنهم يأكلون الحرام ويسفقون الدماء فالله منع القبول عنه نعم وهذا جاء في شريعتنا ما يوافقه كما سمعتم في الحديث الذي في قوله تعالى كل من الطيبات قوله صلى الله عليه وسلم كل رجل تطعمه حرام وما أشربه حرام تلبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك نعم يعني ليس المقصود أن يكتفر الدعاء ولكن المقصود أن يكون الدعاء خالصا ولو كان قليلا مثل الملح الملح يكفي منه القليل ويصلح الطعام نعم الدعاء مقامه عظيم ولذلك أمر الله به بآيات كثيرة وضعد أن يكتفين حتى الكفار إذا دعوا في حالة شدة وأخلص الدعاء لله استجاب له كيف بالمؤمنين الدعاء أمره عظيم وهو سلاح المؤمن ولكن ينبغي أن يعرف أحكام الدعاء وتفهى الدعاء حتى يكون دعاءه نافعاً له ما كل دعاء يمفع وما كل دعاء يستجاب إلا إذا إذا توافرت به الشروط لأن يكون دعاءاً مشروعاً وأن يكون خالصاً لوجه الله عز وجل وأن يكون مع اليقين بالإجابة وأن يكون مع أكل الحلال ترك الحرام لا الأكثر من الدعاء طيب فأمور به الإدحاح والأكثر من الدعاء لكن قد يكثر من الدعاء ولا يستجاب له لأنه ما توفرت فيه الشروط لا أما إذا توفرت الشروط ولو كان الدعاء قليلاً فإن الله ينفع به لا الدعاء مقامه عظيم والدعاء إذا كان قادراً عن إخلاص وعن وعن تضرع إلى الله عز وجل فإنه لا يذهب سبع وهو يعالج القضى والقدر إما أن يدفعه وإما أن يتمانع 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 القضى والقدر وهو من القدر هو من القدر قال لا الله إذا قدر شيئاً لا بد أن يقع لكن الدعاء من القدر فهو قدر يدفع بقدر لا ينفع مما نزل من من الابتلاء وينفع مما لم يزل فيمنع نزولاً لا لا يدفع لا يدفع القضاء إلا الدعاء ولا يقال شوف القضاء يدفع مع أن الله قضاه وما قضاه الله لا بد أن يقع نقول أيضاً الدعاء من القضاء أنت ما دعوت إلا لأن الله قضى وقدر أنك تدعو وهذا من دفع القضاء بالقضاء القدر بالقدر لا نعم للحاحة الدعاء يعني الإكتار وأنه لا تيئة بل أكثر من الدعاء وأصلح حالك حتى يستجاب لك إذا ما حصل لإستجابه ارجع إلى نفسك وخاتبها ربما عندك مانع من موالع الدعاء تقل عنه وأيضاً لا تيئة إلاك لا تدري المصلحة لك ويكون تأخير الإجابة أحسن لك نعم لأن الغضب يقول العلامة تركك واجب لا يغضب عليك إلا إذا تركك أمراً واجباً الدعاء واجب قوله سعال وقال ربكم ادعوني هذا أمر الأمر فيه دمدون ادعوا ربكم ادعوا ربكم هذا أمر نعم نعم الدعاء أمره عظيم فإذا تسلح المثمن له فإن الله يمسعه به وإذا غفل عن الدعاء فإنه يعرض للإكتلا والامتحان نعم نعم يحب المنشين يعني المكفرين المكفرين من الدعاء يحبهم الله أكبر هذا الدليل على مشروعية الإكتار من الدعاء نعم نعم إذا وقع الإنسان في الخطر الشديد فإنه يتسلح بالدعاء نعم مثل الإنسان إذا وقع في البحر فإنه يسكر من الدعاء حتى المشركون إذا أخذهم الموت وآطت بهم في الأمواج دعوا الله المثلسين له الدين لأنهم يعلمون أنه ما ينفع إلا دعاء الله وحده وينفونا ما يدعون من دون الله وينفونا أسلامهم عبوداتهم أنهم يعلمون أنه لا يخلق من الشدة إلا الله سبحانه وتعالى وإذا مسكوا الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم ينبري أعراض لا مما وانع قبول الدعاء أن الإنسان يستعجل ويقول دعوت ولم يستجبني فيترك الدعاء فإذا ترك الدعاء فإنه لا لا يستفيد من دعائه الأول لا كل هذه الأحاديث تدل على أن المسلم لا ييأس ولو تأخرت الإجابة فليفتر من الدعاء وإن الله جل وعلا لا يضيع عمله ولكن مع هذا يحاسب نفسه يتخلى عن الموانع نعم يحاسب نفسه ويفتر من الدعاء نعم اليوم الجمعة نعم نعم أعيد السفة لا أعيد السفة سفة الأوقات نعم نعم الحلوث الأخير من النوم لأنه وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى حلوث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطف هل من داع من أستجيب نهو نعم وعند الآذان لأن عند الآذان فستح باب السماء فيدعو عند الآذان هذا من أوقات الإجابة نعم نعم بين الآذان والإقامة إذا كان ينتظر الصلاة فإنه يدعو في هذا الوقت وهو مظلة الإجابة نعم لأن هذا اليوم فيه ساعة يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وقائم يقلي إلا استجيل له وهي مخفاة في اليوم كل لكن أحراها ومظنتها ثلف العلماء فيه ومنهم من يقول إنه من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة كل هذا وقت للإجابة لأنه وقت الصلاة ووقت الذكر فهو مظلة الإجابة قول الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة نعم وعلى كل حال هذا اليوم فيه هذه الساعة كل فهو في أحريها نعم كله راجح كله راجح أدعب هذا أو هذا أدعب في هذا الوقت وفي الوقت الثاني نعم هذه آداب الدعاء أولا نعم هذا شيء لا بد أن يكون القلب حاضراً وقت الدعاء ما يكون غافلاً نعم خمسساراً بين يدي الرب يعني افتقار يعرف فقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى نعم نعم وتضرع بعضاً من أداب الدعاء من أداب الدعاء ومن أثباب القبول أنه يستقبل القلب وهكذا العبادات يستحب أن تستقبل بها القبلة لأنها قبلة المسلمين نعم يستحب أن يكون وقت الدعاء على طهارة لأن هذه عبادة قوله أديها على طهارة أفضل نعم وذلك رفع اليدين إلى الله من باب ظهار الفقر والحاجة إلى الله أعلم من أسباب القبول نعم نعم من أداب الدعاء أنه يبدأ بالحمد لله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو نعم لأنه وذكاب إلى الله واستغفر ثم دعا بعد ذلك أغوى حرينا أن يستجاب لا لا كذلك من أسباب الدعاء أو من أسباب القبول توسل إلى الله بأسمائه وارتفاته وما قال الفعالى ولله الأسماء والفقر فادعوه فادعوه بها أو توسل إليه بها فقل يا أرحم الراشمين ارحمني يا غفور اغفرني يا تواب شب علي يا رزاق فارزقني وهكذا تتوسل إليه بأسنائه والفقراته نعم وذلك من أسباب القبول الذي تقدر على المحتاجين قبل الدعاء نعم إذا توفرت في هذه الأمور فإنه بإذن الله لا يرد نعم وذلك لوعية الدعاء الدعاء يختلف ويتفاضل فإذا دعا بدعاء يعني دعا بدعاء مشروع والد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ظلت الإجابة يدعو للأجعيها الواردة في قرآن والأجعيها الواردة للذنة وإذا دعا بغيرها مما يوافقها فلا بات نعم إذا توسل إلى الله بالتوحيد فألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت فألك توسل بالتوحيد وهذا من أسباب الإجابة نعم يتعلم الإنسان هذه الأدعية ويدعو بها مع حضور قلبه نعم نعم بسم الله الأعظم إذا دعا به الإنسان تجيب له ولكن الله أخاف في أسمائه من أجل أن الإنسان يدعو الله بأسمائه كلها ما يحفظ منها وما يعرف حتى يصادف هذا الإسم مثل ما أخفى ليلة القدر في رمضان مثل ما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمع من أجل أن الإنسان ما يقصر على نوع الواحد بل يعبد الله بجميع بجميع الوقت ويدعوه بجميع الأسماء التي يعرف أن يجتهي في ذلك ولكن أحراها الحي القيوم الله لا إله إلاه الحي القيوم جاء في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران الله لا إله إلاه بخي القيوم لا الاسم يطلق على الأسماء الاسم يطلق على الأسماء نعم من الألخاب الألخاب الدعاء التي يكفل يستحب الإكثار منها يا ذا الجلال والإكرام يكفل من قول يا ذا الجلال والإكرام نعم رفع راسي للسماء هذا من أسباب الإجابة وفيه إخبات أن الله جل وعلا في السماء ارتفع إليه الوجوه وفيه إخبته إليه القلوب في العنوب سبحانه وتعالى ويقول يا حي يا قيوم لأن هذا الحي القيوم أذان الإسمان يتضمنان كل الأسماء لأن الحي يتضمن كل كل الصفات الذاتية والقيوم يتضمن كل الصفات الفعلية كلها ترجع إليه نعم نعم يا حي يا قيوم بل على فضل هذا الإسم حي القيوم نعم وعالة الوجوه للحي القيوم هذا في سورة طاهر وفي سورة البقرة في آية الفرس وفي آل عمران في أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم ماذا فيه أنه توسل إلى الله بأنواع من التوحيد توسل إليه بالتوحيد لا إله إلا أنت توسل إليه باعترافه بذنبه لا إله إلا أنت إن كنتم من الظالمين اعترف بذنبه توسل إلى الله بذلك فهذا من أسباب الإجابة لا إله إلا أنت بحالك إني كنتم من الظالمين ثلاثة أشياء توسل إليه في التوحيد توسل إليه بالتنزيح والتسليح توسل إليه باعترافه بذنبه الظنون يعني يونف عليه السلام والنون هي الحوت وذنون يعني صاحب الحوت تسل حكي ربك ولا تسل صاحب الحوت يعني ذنون عليه السلام فالنون هي الحوت فذي فليس خاص طميين يعني قال وفذلك ينجي المؤمنين يعني فمن دعا بهذا الدعا عن إخلاص وعن حضور قلب فإن الله يستجيب له لسيما إذا كان في شدة نعم نقف عندها